شكوى يروح لوحدة رعاية الاولية ثم اذا احتاج الامر ان هو يروح لوحدة رعاية الثانية او التالتة او حتى الرابعة هو ده المتبع على مستوى العالم في الخدمات الطبية حتى لا يكون هناك ارهاق ويعني وجود في المستشفى بدون احتياج حقيقي للعملات الجرحية الحقيقة اللي بيحصل في مصر مش كده اللي بيحصل في مصر ان المواطن بيتوجه الى المستشفى في الطوارئ وده بيؤدي الى ضغط على غرف الطوارئ وعلى الاطقب الطبية المتقدمين لخدمات الطبية في المستشفى احنا هنا بنحاول نقول ان من خلال 5,426 واحدة رعاية اولية على مستوى محافظات مصر كلها وهذا الانتشار زي ما هو باين في الخريطة موجود في الريف وفي الحضر اذا احنا عندنا تواجد من خلال هذه الوحدات داخل تقريبا كل القرى والمراكز في كل محافظات مصر علشان نقدر ان احنا نشتغل في كل القرى بنفس التوقيت كان لابد من ان احنا نطور في هذه الوحدات الرعاية الاولية حتى يمكن ان نعظم من الاستفادة للمواطنين ونكون موجودين في اماكن قريبة من سكن المواطن البسيط في كل محافظات طبعا احنا طورنا من خلال حياة كريمة عدد كبير جدا من منشآت الرعاية الاولية انا بقول منشآت انها فيها وحدات وفيها مراكز صحية انا ما بكلمش على المستشفات انا بكلم على الاحالة الاولى اللي ممكن المواطن يتوجه اليها وياخد علاجه وياخد الدواء بتاعه من غير ما يلجأ الى ان هو يروح على الطريق او يسافر او يلجأ الى المحافظة او يلجأ الى المستشفى الموجودة في المحافظة طيب الخدمات اللي بتقدم من خلال هذه الوحدات هي من اول الولادة لحد فوق الى مشاء الرحمن لو شفنا خدمات اللي بتقدم سواء من سن الولادة لحد خمس سنين حنلاقي فيه فحص للسمع حنلاقي فيه التطعيمات الاجبارية فحص الهربون الغضة الدراقية ايضا متابعة الطفل صرف الالبان كل الاجراءات اللي بتتم من اول يوم في الولادة لحد سن خمس سنوات بتتم داخل وحدات الرعاية الاولية لو رحنا اكتر شوية من خمسة لخمستاشر سنة حنلاقي المبادرات الرئيسية الخاصة بصحة الطفل سواء بالانيميا والتقزم والسمنة بتتم داخل هذه الوحدات متابعة التطعيمات ومتابعة التحليل الدورية للاطفال بتتم داخل هذه الوحدات لو رحنا من خمستاشر سنة لواحد وعشرين سنة حنلاقي في مرحلة الشباب والمرهقة هنلاقي الفحص الطبي التحليلات الدورية كل حاجة ليه علاقة بالتخزية المبادرة الشباب والمرهقين لو رحنا من 18 سنة في ما فوق هنلاقي باقي المبادرات الرئاسية اللي هي بتعامل مع صحة المرأة المقبلين على الزواج صحة الأم والجنين تنظيم الأسرة وهنا أقف عند تنظيم الأسرة لأن إذا كنا عندنا قضايا سكانية هامة جدا إحنا مهتمين بها كلنا هم حاجة في تقديم الخدمات الصحة الإنجابية ورعاية وتنظيم الأسرة هي بتتم داخل وحدات الرعاية الأساسية لو رحنا على المبادرات صحة المرأة والمئة مليون صحة والاعتلال الكلوي والفحص المبكر على السرطان والمصحات حتى فيروسي بتتم داخل وحدات الرعاية الأولية كمان بنشتغل على أكثر من 65 سنة من مبادرة كبار السن وصحة المرأة وأيضا بعض المبادرات الخاصة بالدعم النفسي والصحة النفسية إذن من الواضح أمام حضراتكم أن الاهتمام بالوحدات الرعاية الأساسية أو منشآت الرعاية الأساسية هو هيطور في منظومة الصحة بشكل عام وهيقدر يصل إلى أماكن يمكن صعب الوصول إليها كنا بنصل إليها بعد كده قبل كده في القوافل العلاجية لكن هناك تحديات في هذا الأمر أهم تحدي في هذا الأمر هو عدم وجود العناصر البشرية بكامل التوقيطات بتعمل في الخمس سلاف روامية واحدة اللي احنا تكلمنا عليها فإذن إحنا عندنا الخدمات دي بتقدم غالبا من تمانية صباحا إلى اثنين مساء وبتقدم حجم الاستفادة في المشروع الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية حيستفاد منه ما يقرب من تمانين مليون مواطن تمانين مليون مواطن مع انتهاء هذه المبادرة حيقدر أنه هو يكون بيستفاد بكل خدمات الصحية على نطاق كل الجمهورية احنا قلنا 21 محافظة لأن فيه 6 محافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل فيها هذا النظام متبع وفيها هذا التطوير بيتم على الأرض طيب إذن إحنا الخدمات المقدمة زي ما احنا شفناها لو كلمنا على كل خدمة بالتفصيل حنلاقي خدمات تنظيم الأسرة بشكل عام من أول خدمات المشورة والكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة مجانية في كل الأماكن مش مس كده احنا كمان من خلال الرؤادات الريفيات بنعمل زيارات منزلية علشان نقدر نطور في التوعية وفي متابعة الإمداد بالوسائل اللازمة لتنظيم الأسرة ده بيتم فين؟ داخل وحدات الرعاية الأساسية كمان صدق سيادة الرئيس على مبادرات حديثة حتنضم لهذه الخدمات وهي مبادرة الصحة النفسية يمكن مهم جدا أن احنا نعرف عماد الصحة في العالم هو صحة بدنية وجسمانية وصحة نفسية وصحة مجتمعية